دونالد ترامب الملياردار المثير للجدل يفوز بسبع ولايات ويعزز حظوظه في انتزاع ترشيح الجمهوريين للانتخابات الرئاسية الأمريكية وبهذا المعنى يقدم نفسه سوف أتفاهم مع العالم جيداً وستفخرون به علينا يعادة بناء بلادنا فبلادنا تتدور لكن لا أحد يفهم ذلك ترامب فاز بولايات فرمونت وألباما وأركنسس وجورجيا وماساتشوتس وتنسي وفرجينيا أما منفسه السناتر محافظ تادي كروز فقد فاز في كل من ولاية تكساس وأكلهما وألاسكا في حين فاز السناتر ماركو روبيو بولاية مينيسوتا وهو الفوز الأول له على الإطلاق ترامب الذي بات قوى قوسين من حسب المعركة داخل حزبه لصالحه بدأ بمواجهة خصم آخر حين سننتهي سيبقى أمامنا شخص واحد هي هيلاري كلينتون السيدة الأولى وعضوات مجلس الشيوخ ووزيرة الخارجية سابقاً أكدت بفوزها أفضليتها لدى الديمقراطيين الآن ومن ثم لتصبح رئيساً محاولات تقسيم الولايات المتحدة بيننا وبينهم خاطئة ولن نترك ذلك يحدث كلينتون حسمت الصباقة في ألباما وأركانساس وجورجيا وتنسي وتكساس وفرجينيا لصالحها وعلى الرغم من فوز منافسها بيرني ساندرس بأربع ولايات هيفيرمونت وكلورادو ومينيسوتا وأكلهوما إلا أن آماله ضئيلة جداً وبذلك أصبح الآن واضحاً أن المنافسة المقبلة على منصب سيد البيت الأبيض ستصبح ما بين هلاري كلينتون ودونالد ترامب